حننتقل للحديث عن كانو سبورت في احتفاء كبير جداً واهتمام من المسؤولين في نادي كانو سبورت في غينيا الاستوائية باللقاء مع النادي الأهلي ذهاباً وعودة المسؤولين قالوا على لسان طبعاً مدير النادي فيناسيو تومس أنه مباراة كبيرة بالنسبة لفريق كانو سبورت وأنه سعيد جداً بمواجهته لنادي الأهلي المصري هذا الفريق العريق والكبير في القارة الأفريقية ولله أيضاً صيد ذاء عالمياً والكلام ما زال على لسان المسؤولين في بطل غينيا الاستوائية وقال أنه الكل سعيد هناك في كانو سبورت بهذه المواجهة اللي بتضيف الكثير لخبرات هذا النادي بطل غينيا الاستوائية مع النادي المصري الكبير النادي الأهلي في هذا الإطار فيه إهداء للكابتن محمود الخطيب نجم وأسطورة طبعاً بإجماع الأراء من أساطير كرة القدم في مصر وأفريقيا والعالم العربي الخطيب ورقم عشرة اسم الكابتن الخطيب والرقم عشرة وقدمنا صورة التيشرت اللي تم إهداءه من مدير النادي فيناسيو توماس إلى الأستاذ طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي واللي كان بيتولى رئاسة البعثة في غينيا الاستوائية وطلب مدير كانو سبورت تسليم هذا القميص للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي وأكد أنه أحد أبرز أساطير والأسماء في القرى الأفريقية وأنه بيحظى بتقدير كبير لديهم في غينيا الاستوائية وأضاف أيضاً مدير كانو سبورت قال أن الجميع في القرى الأفريقية يعرف النجم الكبير محمود الخطيب الذي لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة في إفريقيا رغم اعتزاله الكرة منذ فترة طويلة وأضاف زي ما قلت لحضراتكم منذ قليل كل المسؤولين اللي تحدثوا مع القائمين على البعثة في غينيا الاستوائية وفي مقدمتهم الأستاذ طارق أنديل رئيس مجلس الإدارة عن سعادتهم بالخبرات اللي بتضاف لمشوار والرصيد هذا النادي بطل غينيا الاستوائية كانو سبورت من مواجهته ذهاباً وعودة مع النادي الأهلي والنداب يضيف للتحديات الكبيرة في مشواره وفي مصاره في كرة القدم نادي كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية وأشار إلى أن كانو سبورت لديه العديد من اتفاقيات التوأمة مع عدد من الأندية في أوروبا في مقدمتهم نادي نانت الفرنسي وسبورتينج براجا وسبورتينج لشبونة في البرتغال وشدد على أنه يتطلع للتعاون مع النادي الأهلي أكبر الأندية الأفريقية وقدموا عرض للأستاذ طارق أنديل عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة من أجل اتفاقيات تعاون بين الناديين الأهلي المصري وكانو سبورت بطل غينيا الاستوائية وشكل التوأمة اللي ممكن يتفق عليه بعد مراجعة الأمر من خلال المسؤولين في النادي الأهلي